عقذت اللجنة الاستشارية بمحافظة حطر موت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامي لبيليمن صباح السابت بالمكلة اجتماعه الشهري برئاسة نائب رئيس اللجنة الأستاذ محسن نصير اطلع خلاله على سير أعمال مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكلية المجتمع مريان بساحل حطر موت واستمعت اللجنة من مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حطر موت الدكتور عبد الباقي الحوثري إلى نشاطات المكتب ومستوى تنفيذها وأهدافها مستعرضا بعد التخصصات المطلوبة لسوق العمل وأبرز الصعوبات التي تواجهت تعليم الفني وكلية المجتمع وكذلك عدد من المقترحات التي تصب بخدمة المجتمع وأبدت اللجنة استعدادها لرفع كل التوصيات والمقترحات لقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة الأستاذ مبقوط بن ماضي للتدليل الصعوبات بما يضمن مخرجات أفضل للمجتمع ترجمة نانسي قنقر